كما بنسمع كلمة الجهاد أول شيء بيجي في فنة هو الجهاد في سبيل الله إلا هو بيدخل فيه القتال بالسلاح لكن كتير من العلماء بيقسموا الجهاد إلى نوعين الجهاد الأصغر وهو الجهاد القتال والمواجهة والدفع والجهاد الأكبر اللي هو جهاد النفس التأسيم ده مبني على حديث للرسول الله سلام أخرجه الإمام النسائي والبيهاقي وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث بس هو هو حسن بشواهده فهو حسن لغيره يبقى إذن هذا حديث حسن لغيره بيقول في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمت خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأقبر قالوا وما الجهاد الأكبر قالوا مجاهدة العبد على عبده هوا يبقى الجهاد الأكبر هو مجاهدة العبد هوا من ضمن الهوى اللي هيحصل دلوقتي وإحنا مش هنخلونه واخدين بالنبي هوى شوية صعب إيه الهوى ده هوى من الغماس في الأحزان والسقوط فيه مستنقع الكآبة أقصد هنا الأحزان والحزن اللي هو بيسموه الحزن الأسود المانع من الحياة ومن حسن معاملة الله سبحانه وتعالى عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن نوع خاص من الجهاد نوع خاص من جهاد النفس أنا بسميه جهاد الحزن الأسود ليه طيب في الفترة اللي احنا فيها دي في ناس كتيرة هيلاؤوا فرصة لنفسهم إن هم مش بس يكتائبوا مش بس يحزنوا لا يوصلوا إلى الحزن العميق الأسود اللي بيخلي الإنسان لا يستطيع أن يعيش ولا يستطيع أن يمارس حياته ففي الوقت ده احنا محتاجين إن احنا نتعلم من الأحداث اللي حوالينا اللي بتمر بينا عشان نوصل لمراضي الله سبحانه وتعالى مننا شكرا